يرخي شح الأمطار بذلاله على الموسم الفلاحي وينظر بإمكانية جفاف قد يعود سلبا على المحصول الزراعي هذه السنة خاصة الحبوب وعن واقع هذا الموسم وتدعية قلة التساقطات وتأخرها نصديفة دكتور عبدالعزيز الروماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامن حياك الله دكتور أهلا بكم معنا قبل شهر ونصف كنا في نفس المنبر وتحدثت في أكثر من مناسبة عن سنة جفاف هل يمكن أن نقول أنها بالفعل كذلك فعلا لما نتكلم عن الجفاف نحن نتكلم عن شيء ظاهرة بنيوية يعني هيكلية في المغرب يعني هي الأساس أما تساقط الأمطار فهو الاستثناء إذن هذا الموسم عادي عادي بالطبيعة التي يسير عليه المغرب بطبيعة تموقعه بهيكلته التاريخية بالجفاف الذي كان يتعاقب عليه ولكن ليس طبيعي بحكم التأثيرات المناخية الجديدة بحكم الاحتباس الحراري الذي تعرفه منطقة شمال إفريقيا بحكم التصحر الذي أتقل والذي تعمق في هذه المنطقة فأصبح الجفاف عوضة أن يكون مثلا بسنتين ممطرة وخمس سنوات أو ثلاثة أو أربعة جفة أصبح الآن سنتين مثلا أو سنة ممطرة لكن سبع سنوات جفة سبع سنوات عجاف كما يورد إذن هناك صعوبة فتنة إذن الآن بالنسبة للمغرب هناك تساقط مؤكد إذا شفنا بعض المناطق الجغرافية الموجودة الآن في المغرب هناك مناطق نقص في التساقطات فات 80% يعني 35% حتى 30% مثلا منطقة رحامنا منطقة الحوز المناطق الرطبة عرفت أيضا تساقطات فاتت من حيث نقص ديالها 60% طيب لو تساقطت الأمطار بكثرة في نهاية هذا الشهر وفي براير هل سيغير من واقع الأمر شيئا أم أن الأمر ربما أصبح متجاوزا هو الحقيقة أن الناس لما كانت أخذ الفلاح المغربي عدنا 80% من الفلاح المغربي هو فلاح صغير هو فلاح يعتمد على الفلاحة التقليدية يعني سواء كان زراعة أو غير ذلك عن الحبوب عن هكتارات محدودة 70% من المغربة عندهم قل من جوت الهكتارات معناه أنه أمام الفلاحة اللي لما ما كانت نزلشتها لهذا الفلاح إذن الأغلبية ما كانت زرعش الأرض عدنا 50% مثلا من الأراضي اللي كانت تخصها تكون مزروعة الآن هي غير محروطة غير مزروعة ولكن الفلاح ليس موكون لأمره هل من مساعدات مرتقبة وكم تقدم؟ طبعا لأن الآن هناك نقص في الزراعة كما قلت هناك نقص في تساقط الأمطار نبقى الأمل في الزراعة الرابعية يعني خضروات قطاني بعد الزراعة اللي كتكون رابعية كيبقى فيها الأمل إلا بغينا نهضروع الموسي والأمل مفقود في الحبوب اليوم؟ طبعا في الحبوب 50% من نقص إذن أنت أمام موسم إما متوسط وهذا سعيد باش يكون متوسط وإما أقل من متوسط لاحظي معي السنة اللي فاتت كانت عندنا 116 مليون قنطار ديال المحاصيل يعني ستنائي بكل مقاييس التوقعات الحكومة شهت نحو 60 حتى 70 لهذه السنة كم احتياجة المغرب من الحبوب؟ الآن نحن أمام أزمة حقيقية لأن النقص فاق المتوقع أغا يكون واصل حتى 80% الأراضي المسقية يا الله عندك 17% السدود اللي عندنا هي سدود كبيرة ما عند مشيناش نحو الاستثمار نحو السدود المتوسطة باش يكون عندنا اتساع ديال السقي فعلا المغرب اعتمد سياسة ناجحة ديال السدود من طبع الحال ديال توقيع الاتفاقية المرتبطة بالاحتباس الحراري ديال تأمين على الجفاف يعني الفلاحين رغم التضرور فهناك تأمين من طبع الحال على الجفاف ديال تأمين جديد عدت وقعه في الأسبوع اللي فات يعني اللي جاف مع شركة معينة متخصصة في التأمين إذن هناك إجراءات تم اتخاذها لكنها تظل غير كافية للفلاح ويجب التدخل أولا ليدعمه في الأعلاف طيب قبل أن نصل إلى هذه النقطة إذا قلنا وسلمنا بموسم جاف هل سيؤثر ذلك على أسعار السوق على المعيشة اليومية للمواطنة طبعا إلى الفلاح الآن بالنسبة للأعلاف الأعلاف هي منزلة الشتاء الرابعية اللي كتعتق الأعلاف اللي كتعتق الماشية اللي كتعتق اللحوم كما نقوله يكون متوفرة في السوق طبعا إلى الفلاح سيكون أماما بين المطرقة والسندان إلى الأعلاف الآن هي رغم ما يقال أنها لا زالت أسعارها يعني مستقرة أنا لا أتفق لأنه باش نهضروا بلغة الفلاح نخالة الآن ره وصلة لـ 53 53 درهم وخمسين هذا تمان غالي بالنسبة للفلاح خاصة للفلاح الفقر بعض المناطق بحل رحامنا وكذا كيعتمدوا الآن على العلف المرتبط بالصبار بزارة بالنبتة الصبار إذن الآن هناك ضيق بالنسبة للفلاح إذا لم يتمكن يوم تدركنا الوقت الإجراءات الكفيلة بمواجهة هذا الموسم أولا دعم الأعلاف هو اللي ولا بعدها يعني الأساسية هو دعم الفلاح من أجل الأعلاف تانيا تأكيد هذا التأمين لموجود الآن على الجفاف تالتا تدرك يعني لأنه لا بد من الملائمة ما بين الزراع يعني يجب الرفع من مستوى الفلاح المغربي في التكوين وكذا حتى يؤمن لحياته مصدران في المنطقة الجغرافية حسب اختصاصة حسب الطربة حسب نوعيتها باش يكون الزراعة اللي كتزرع في هذه المناطق زرعة ملائمة المغرب ممشياش في هذه الاتجاه بقوة رغم المخطط الأخضر رغم غير ذلك من الإجراءات الاستراتيجية المهمة جدا هناك مساعدة استثنائية للفلاحين في حالة هذا الجثث إذا أعلن رسميا إذا أعلن رسميا طبعا كان قلوب اللي رأيكين تأمين موجود لا التأمين اللي توقع في 2011 أو بقى أو لا التأمين اللي كان في الأسبوع اللي فات هناك دعم لا بد أن يكون من طبعا يجب تداركه بالنسبة للفلاح هناك بعض تعويضات اللي كانت تخلص باسم المخطط الأخضر هناك دعم بالنسبة بعض الزراعات أو بعض الأنواع بعض الأنواع من السقي إذا اعتمدها الفلاح هناك بعض يعني كان قلوب بعد المداخل لكن هذا لا يكفي الفلاح الصغير الفلاح يضل أنه متضرر الزراعة ديالو كالضل هناك زراعة إما استهلاكية ما هي لا تصدرية وغير ذلك ما كان هضرهش على زراعة الخضروات أو القطانية أو تصدر نتكلم على 80% من الفلاح المغربي نقيس أنه بالنسبة لهذه السنة سيكون متضرر فعلا سواء كان السنة متوسطة سواء كان السنة ضعيفة من حيث تأطر بالجفف هل من تأثير على الميزانية كذلك العمل طبعا لأن المداخل الآن الميزانية كنقول الحمد لله كيعود الله ما هو حسن ما هو حسن على الأقل محيط الراحة اللي يخفف عليك عندك 8 أتمينات النفط هرطة نازلة تقدر تقول قل من ما في 8 يعني بالنسبة لبريل اللي حسبنا هرطة الآن قل من 28 ونازلين هذا شيء جميل جدا يريح هناك أتمينات الفصفات ولكن يستورد يدفع صادراته المغرب ورداته عفوا يدفعها بدولار أم ماذا في حال ما ادفع الدولار طبعا سواء كذا عندنا أيضا المداخل دي الفصفات مهمة جدا يعني عندك مداخل دي السياحة عندك مداخل يعني هناك أنشطة اللي توفر لك هذه العملة الصعبة إذن هناك أنشطة مهمة جدا توفر العملة الصعبة لا يمكن تخوف من هذا المجال هناك كما قلت راحة في الميزانية يمكن قاعد نمشي إذن هناك راحة لكن بعض الأموال يجب أن يتم فيها الدعم الاجتماعي للفلاح والدعم الاقتصادي والدعم المحيط لأنه عنده بنية هشة ودعم طبعة حل بدائل بالنسبة لزرعاته الدكتور عبد العزيزة الروماني الحبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني شكرا جزيلا لكم نتمنى من الله أن يرحمنا بالغيث